ألف مسافر على متن 172 رحلة جوية يبقى أكيد الحديث عن نمو سياحي لكن لما تعرف أن عدد المسافرين المغادرين إسرائيل يوم 4 فبراير يبقى الوضع مختلف القناة 12 العبرية اعتبرت يوم أمس الأحد هو اليوم الأكثر ازدحاماً في المطارات الإسرائيلية حيث تجاوز أعداد المسافرين خارج الدولة 30 ألف خلال يوم واحد فقط قد يكون الرقم منطقي مع استمرار الحرب للشهر الخامس على التوالي لكن لو ربطنا الأحداث وأن الهروب ده بيتم بالتزامن مع اشتعال الشارع الإسرائيلي الأمر هيكون مختلف الداخل الإسرائيلي مشتعل بسبب الصرعات في كواليس الحرب سواء بين أعضاء مجلس الحرب أو أعضاء الحكومة فيما الشارع ملتهب بين مظاهرات المعارضين لنتنياهو وأهالي الأسرة وبتشهد احتجاجاتهم مواجهات واعتداءات من قبل الشرطة الإسرائيلية ومقاطحها تنتشر على السوشيال ميديا وبتثير غضب واسع جداً الأمر لقى تفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل والتعليقات فيها موضوعات كتيرة جداً مثلاً في صالح بن سبعان صالح بن سبعان قال سقطت الأقنعة هل هذه الدموقراطية التي يتغنون ويخضعون الغربيين بها؟ ما نشهده يضحد هذه الادعاية كمان كان في ميمي ميمي كتب بكل بساطة فخار يكسر بعضه كمان حساب باسم بينجرو ووريور من قبل المواطنين الإسرائيليين الشرفاء ترجمة نانسي قنقر